تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية نظامة وزارة الداخلية الملتقى السادس لطلبة وطالبات المناطق الحضرية بالعاصمة الإدارية وذلك للتعرف على منشآتها ومرافقها التي تجسد إرادة المصريين في بناء جمهورية جديدة للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية مهندس خالد مرحبا بك اطلعنا على أهمية زيارة الطلبة والطالبات من المناطق الحضرية للمشروعات القومية العملاقة في مصر وعلى رأسها العاصمة الإدارية شكرا للمشاهدة أهم المناطق التي حرستم على أن يزورها الطلبة نحن طلعنا على التقرير هناك مناطق مختلفة لكن أكيد كان هناك أولويات في المناطق التي سيتم اختيارها لزيارتها طبعا كانت أولويات في المسجد مصر والكائد رئيس وانهم شوفوهم الاثنين والاثنين تم تنفيذهم في واقت واحد مدينة الفن والثقافة طبعا مصح الأخرى والمصاح موجودة والمدينة كلها بالكامل بالمكتبة والمتحف منطقة الأبراج طبعا الولايات أول مرة يشوفوا أبراج بهذه الحجم يعني برضو المشاهدة في التلفزيون غير على الطبيعة لما راحوا إمهوا تحت البرج الأيكوني والحاجة كلها شافوا حجم الإنجاز اللي حصل على الأرض طبعا مجلس النواب والشارح اللي حصل لهم فيه مجلس الوزراء فحة الشعب طبعا كل مرات اللي ضرورها طبعا مرات كلها من المعالم العاصمة الإجرية اللي قد توصل لهم الرسالة وحجم الإنجاز اللي حصل في الست سنين الماضي اللي خاتت فطبعا يعني يعيش فيهم شهر ولا للبلد والوطن وبيديهم الأمد في المستقبل أكيد أكثر التعليقات اللي لفتت انتباهك عند زيارة هؤلاء الطلبة وفيما كانت تساؤلاته طبعا أكثر حاجة انهم كلهم مكروش مصدقين يعني كلهم كانوا يسمعون العاصمة إدرية يمكن محدش كان مصدق فيهم حجم الإنجاز يعني في منهم طبعا من أكثر التعليقات إن حد لنا هو أنا ممكن لما أتخرج أجي أشتغل هنا في الشركة بتاعتكو في العاصمة إدرية ننطبعا تقوك بس واني وتعالي واشتغل عطول الشركة نحن جايزين حتى في الصيف نعمل تدريب صيفي في الأجازة في الصيف لأي حد في أي قطاع من قطاعات الشركة في العاصمة دي كانت أبرز الحاجات يعني كلهم طبعا يعني انبهار بالإنجاز اللي حصل في المدة القصيرة أكيد مهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدرية كنت معا هاتفين شكرا جزيلا لك